دان المرصد العربي لحقوق الإنسان التابع للبرلمان العربية اليوم التقرير المغلوط الذي أصدرته منظمة Human Rights Watch للعام 2021 والخاص برصدها ومراجعتها لحالة حقوق الإنسان بالعالم وأكد المرصد رفضه للنهج الذي تستخدمه هذه المنظمة من استهداف ممنهج ومستمر لسجل وحالة حقوق الإنسان بمملكة البحرين حيث تستهدف التدخل في الشأن الداخلي للمملكة وفرض الوصاية عليها واتخاذ حقوق الإنسان حجة لهذه التدخلات وأكد المرصد العربي رفضه القاطع لمثل هذه الممارسات التي تستخدمها تلك المنظمة المشبوهة من خلال تسييس ملفات وقضايا حقوق إنسان في المملكة وأشدد المرصد العربي على أن مملكة البحرين وبرعاية ودعم كريم من لدن جلالة الملك المفدى أولت اهتماما كبيرا لارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان عبر العديد من المبادرات منها قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وقانون العقوبات البديلة ونظام السجون المفتوحة وهو ما يعزز موقع البحرين في تفعيل أفضل الممارسات الدولية بمجال حقوق الإنسان أدان المرصد العربي لحقوق الإنسان التابع لبرلمان العربي اليوم التغرير المغلوط الذي أصدرته منظمة Human Rights Watch للعام 2021 بتاريخ 13 يناير 2021 والخاص برصدها ومراجعتها لحالة حقوق الإنسان بالعالم والذي تناول مملكة البحرين وما يؤكد النهج المرفوض الذي تستخدم هذه المنظمة من استهداف منهج ومستمر لسجل وحالة حقوق الإنسان بمملكة البحرين حيث تستهدف التدخل في الشأن الداخلي للمملكة وفرض الوصائع عليها واتخاذ حقوق الإنسان حجة لهذه التدخلات